في قصة في العهد القديم بتتكلم عن بوعز في سفر رعوث بوعز كان عنده عمال كثيرون كان دايماً لما يروح للعمال كان بحيهم كان يقول هذه العبارة الرب معكم فقالوا له أجابوه يباركك الرب لما بتكون علاقة الاحترام علاقة المحبة علاقة البركة تبارك أحده من الآخر سواء سيد أو شخص اللي عنده عمال أو سواء كنت عامل أنت بتخدم الرب أنت سيدك في السماء وجميعاً يوم من الأيام رح نتساوى عند القبر وجميعاً في يوم من الأيام رح نقف أمام الرب والرب يعرف القلوب وهو الذي يعرف خفايا القلب الكتاب المقدس بشج على الخدمة مكتوب لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها من نحوه إذ خدمتم القديسين وتخدمونه أيضاً إخوتي وأخواتي قال الرسول بولوس لكنيسة كورنتوس إذن يا إخوة الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر